السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي الطلبة المرحلة الأولى للدراسة المالية لقسم العلوم المالية المصرفية معكم السيد علي عدنان داود موضوع محاضرتنا اليوم هو عن كيفية تحقيق التوازن وفق نظرية منحنيات السوا استكمالاً للمحاضرة السابقة التي تناولنا فيها معنى منحنة السوا وعرفنا منحنة السوا بأنه يمثل رغبة المستهلك بالاستهلاك بين مجموعات المختلفة من السلعتين والتي تعطي المستهلك نفس المستوى الإشباع والمنفعة أي أن التحرك على نفس منحنة السوا من نقطة إلى أخرى يعطي الإشباع نفسه وبالعكس كذلك أي لا يزيد من إشباعه أو منفعته ما زال على نفس منحنة السوا كذلك تناولنا في المحاضرة السابقة خارطة سوا المستهلك والتي تبين منحنيات السوا أي تمثل ضوق أو تفضيل المستهلك حيث الانتقال بمنحنة السوا إلى منحنة أعلى يعطي إشباع أكبر أي كلما اتعدنا عن نقطة الأصل زاد إشباع المستهلك وهنا نأتي إلى تحديد وضع التوازن للمستهلك كيف يتم تحديد وضع التوازن للمستهلك طبعا يتم تحديد وضع التوازن باستخدام كل من خط الدخل أو خط الميزانية المستهلك وخريطة منحنيات السوا الخاصة بالمستهلك والتي تعبر عن أذواقه وتوضيلاته ويمكن تحديد وضع التوازن المستهلك وتحديد كميات التي يستهلك من السلعتين ليكون في وضع التوازن ويحصل على أكبر إشباع أو منفعة ممكن من توزيعه لدخله على تلك السلع ونبين الآن معنى أو مفهوم خط السعر أو خط الميزانية طبعا هو الخط الذي يربط بين مجموعتين من السلع المختلفة أي أخذنا على سبيل المثال مجموعة من الغذاء ومجموعة من الملابس كما في الشكل البياني أدناه والجدول الموضح نحن يفترض على سبيل المثال أن مستهلك يبلغ دخله شهري سدة دنانير ينفق كامل دخله على شراء الملابس ويحصل على ستة وحدات من الملابس بينما إذا أنفق كامل دخله على الغذاء يستطيع الحصول على أربع وحدات من الغذاء وهذا ما يبين في الشكل أدنى أنه الخط الواصل بين الموع جموعتين الغذاء والملابس يمثل خط السعر أو خط الميزانية والمستهلك له الحرية الكاملة في التحرك على هذا المنحنى هذا هو خط أمكانيات المستهلك ولكن بما أن المستهلك يجب أن يكون رشيد في استهلاكه فلا يمكن أن ينفق دخله كله على الملابس ويترك الغذاء أو العكس أنه ممكن على خط الميزانية أو خط السعر يستطيع أن يحصول على مجموعتين تعطيه نفس الإشباء أو إشباء متماثل أما الحالات الأخرى التي نحب أن نبينها أنه إذا تغير خط الميزانية أو خط السعر بافتراض زيادة دخل المستهلك فهذا يعني خروج خط الميزانية إلى الخارج أي ابتعاده عن نقطة الأصل وهذا يعطي إشباء أكبر للمستهلك كما في الرسم البياني الموضح أدنى نظر أو نلاحظ من خلال الشكل البياني أنه كلما زاد دخل المستهلك أنه خط الميزانية انتقل إلى الخط رقم 2 أنه دخله ارتفع زادت إمكانياته أصبح في وضع آخر وكذلك الحالة المغايرة أنه خط السعر أو يعني إذا انخفض دخله دخل المستهلك فأنه خط السعر سوف ينتقل من منحنة من خط الميزانية رقم 2 إلى رقم 1 يعني انخفض دخله هذه الحالة أنه يراح تحرك منحنة أو خط السعر باتجاه نقطة الأصل وهذا يعطي إشباء أقل للمستهلك والآن نصل إلى توازن المستهلك كيف يحقق المستهلك التوازن نلاحظ أن خط الميزانية اللي أدنى في الشكل أدنى مماس لمنحنة سواء رقم 2 وعد نقطة التماس هذا يستطيع المستهلك أن يحقق التوازن نلاحظ من الشكل أنه من مصلحة المستهلك أنه يزيد إشباع أدنى منحنة رقم 3 أن ينتقل إلى رقم 3 كلما ابتعد عن نقطة الأصل أنه يحقق إشباع أكثر ولكن أن المستهلك محدد بدخل محدود لا يستطيع أن يغادر خط الميزانية إلا إذا زاد دخله ومن هذا الشكل نلاحظ أنه أدنى منحنة رقم 2 أنه هذا التوازن اللي حقق المستهلك أما بالنسبة لمنحنة سواء رقم الثاني أنه يعطي إشباع أقل ولذلك نلاحظ أن المستهلك من مصلحة أنه يستهلك أدنى منحنة رقم 2 أما بالنسبة لمنحنة الثالث فهو خارج حدود إمكانية المستهلك وعد هذه النقطة يتساوى الميلان ميل منحنة سواء مع ميل خط الميزانية في هذه النقطة يحقق التوازن ويمكن تعرف التوازن عند هذه النقطة الحد الأخصى من الإشباع لدى المستهلك خلال دخله الثابت وتباة الأسعار ولكن هنا نأتي إلى نهاية محاضرتنا متمنية لكم التوفيق وشكرا اشتركوا في القناة